نتكلم معا بقى عن كرة المصرية بشكل عام رؤيته للكرة المصرية، رؤيته للدور المصري زي يحصل تطور أكتر؟ أكيد له رأي في هذا الأمر السادة اللواء طبعا يعني احنا كلنا الدوري كله والأندية والكل ده بيشتغل لخدمة المنتخب سواء المنتخب العلومي أو المنتخب الكبير طبعا احنا مرنا بظروف ما كانت شمواتية ولا كانت تتلانسب مع يعني وضع الكرة المصرية لكن الحمد لله في الفترة الأخيرة يعني حسينا أن الحمد لله بدأت الدنيا يعني المنتخب يستعيد نشاطه وقوته ومكانته على المستوى الأفريقي وسواء المنتخب الأولومبي أو المنتخب الكبير برضو أنا شايف أن القرعة تاعة التصفيات كاس العالم يعني الحمد لله وجودنا كتصنيف أول فرق معنا جدا ومجموعة وإن شاء الله يعني أنا يعني مش متأكد لكن المتعشم إن شاء الله نحنا في كاس العالم إن شاء الله طيب الدوري الدوري أنت كبان كأهلي في الدوري المصري شايف إن الوضع جيد شايف ترتيب المتشاط التحكيم إدارة إدارة السباقات والانتقالات في الدوري المصري كل الأمور ديت شايفها مشى بشكل كويس؟ والله يا كابتن كريم يعني الدوري المصري برضو محتاج محتاج نظرة في العديد من العناصر بتاعته طبعا إحنا يعني شيء جيد جدا للربطة والجهد اللي عملته للربطة من ساعة ما انتخبت وبدأت الشتغل لكن احنا من ساعة التوقف بتاع كورونا وإحنا قلنا لابد أن يكون فيه موسم استثنائي إن انت تاخد فيه قرار استثنائي وكانت الفرصة في الموسم اللي هو بتاع كورونا إن انت كنت تاخد قرار استثنائي وقال ريدي كان فيه توقف لمدة 3 شهر على ما رذكر من مارس لغاية يولياء أو 4 شهور كنت تاخد قرار استثنائي وتزبط الدوري بتاعك زي الدنيا كلها أنت الوقت الدوريات بتخلص في شهر مايو أنت مع العصلاجة اللي احنا فيها دي وإحنا كنا ساعات بنعب بعد يومين يعني بتخلص الماتش ويومين وتلعب التالت وعندين ده مش مصطحة المتخب في الآخر أنت برضو بتستهلك اللعيبة وما فيش يعني الفترة الزمنية البينية دي قليلة جدا فكان لازم من الأول إن احنا ناخد قرار استثنائي ويبدأ الدوري بتاعنا يبدأ في الموعيد اللي هي آخر 8 أو أول 9 على الأقصى تقدير ويخلص في شهر 5 أو آخر شهر 5 أو أول شهر 6 عشان يبقى فيه فرصة إن حتى الأندية اللعيبة تاخد راحة اللعيبة نحافظ عليها نقدر إن احنا نبدأ الموسم في موعيد منتظمة وتبقى عارف الجدول بتاعك يعني إحنا الجدول كان بينزل ساعات كل 3 مطشات صحية أو كل مطشين أو 4 مطشات أو 5 مطشات وطبعا الله يكون في قول لجنة المسابقات لأن طبعا إنت ساعات يعني بيطلع لك متغيرات زي مثلا إن انت تلاقي فرق استمرت في بطولة أفريقية تلاقي مثلا فيه عندك جدول بتاع تصفيات بتبقى بتستنى تشوف مثلا الفرق اللي هي في أفريقيا بتاع تعمل إيه لكن يعني عملية إن الدوري يبقى ليه موعيد محددة سلفا من أول البداية لغاية النهاية ويبقى الجدول واضح دي شيء مهم جدا صحية تاني حاجة التحكيم مفيش نادي في الثمانتاشر نادي ما بيشتكيش ما شتكيش من التحكيم وبعدين يعني طبعا إحنا دليلين التحكيم كويس طبعا بالتأكيد لا بس ليها زاوية طالية يستطلوا بصراحة إنه فعلا ما حدش بيرضع عن التحكيم حتى لو تحسن في بعض الأوقات أنا مش بقول إنه هو جيد بس بقول حتى لو تحسن في بعض الأوقات لو تحسن لو تحسن طبعا بس هو يعني التحكيم لابد إن يكون يعني الشكوى من قليلة وتبقى الشكوى موضوعية أيوة تبقى الشكوى موضوعية احنا حصل فينا السنة دي مش عايز أتكلم يعني وبعتنا وقلنا وقندها كتير جدا لكن طبعا يعني هو يقولك ده أخطاء التحكيم جزء من اللعبة ده إحنا متأكدين احنا مش عايزينا تبقى جزء من اللعبة يعني عايزينا أو على أقل ما السنية تبقى الأخطاء قليلة تقل خالص تقل احنا متأكدين إنه ما فيش تعامل حلوة دي حلوة دي متأكدين اه وعلى وعلى يقين واسقه صح إنه ما فيش تعامل بس برضو فيه ماتشاط بتحتاج يعني يعني خبرة زيادة صح شوية صح بتحتاج إن انت تراعي برضو الظروف بتاعتها صح لكن لكن يعني هاوية المنظومة على كلها على بعضها يعني أنا مستبشر خير إن شاء الله بالنسبة لكل مصفية إن شاء الله